صحيح شريبتكم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في موعد جديد يجمعونا معاً في درس جديد من دروس العربية الموجهة إلى سنوات الرابعة آداباً أرجو أن تكونوا بخير وأرجو أن تكونوا قد اطلعتم على الموضوع الذي قدمته لكم ووضعته على هذه الصفحة وهذا الموضوع يتعلق بالمحور الخاص بالمنزع العقلي من خلال مؤلفي الرسائل والحيوان للجاحظ إذن الموضوع كنت قد قدمته لكم قبل حين ولكن قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع كما عودتكم أقدم لكم لمحة أو نبذة عن مختلف المواضيع التي قدمت سابقاً في دورات سابقة من دورات البكالوري أداب حول موضوع المنزع العقلي الخاص بالجاحظ إذن سنة تسع وألفين بكالوريا تسع وألفين في دورة المراقبة الموضوع هو التالي تتجلى قيمة المنزع العقلي في أثار الجاحظ في المنزع العلمي الذي استند إليه الكاتب في البحث والتفكير ما رأيك؟ إذن هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني قدم سنة ثمان وألفين في دورة المراقبة أيضاً ساح شريب تكيبة سلك الجاحظ في التعامل مع الأخبار التي دونها منهجاً علمياً فكان لا يقر بالخبر ولا ينكره إلا بعد عرضه على محق الشك والمعاينة والتجربة حلل هذا الرأي وأبدي رأيك فيه معتمداً أمثلة دقيقة من مؤلفات الجاحظ إذن هذا الموضوع الثاني الموضوع الثالث قدم سنة ستن وألفين سوماً مقبولاً دنيا مرحباً أماني قلت الموضوع الذي قدم سنة ستن وألفين في دورة المراقبة أيضاً تناولت الكتابة عند الجاحظ عالم الحيوان ومشاغل الإنسان تناولاً حكمته رؤية قوامها العقل وغايتها بناء تصور يعلي منزلة الإنسان في الوجود حلل هذا القول مبدياً رأيك فيه استناداً إلى شواهد مما درست من آثار الجاحظ إذن هذه جملة من الموضوع التي سبقها وأن قدمت في دورات سابقة في دورة سنة خمس وألفين في دورة المراقبة قدم هذا المقترح لم تكن غاية الجاحظ من كتبه نقل المعارف وتلقينها بل إيقاظ العقول وتعليمها منهجاً وتعليمها منهجاً في التفكير يهديها بين إلى أي حد يصح هذا الرأي معتمداً ما درست من الحيوان والرسائل صح شريبتكم جميعاً هناك موضوع آخر طرح في سنة خمسة عشرة وألفين تستمد مؤلفات الجاحظ أهميتها من منهج عقلي اعتمده فيها لتحذي بعض ما تدوله الناس في عصره من معارفة في تفسير ظواهر من الطبيعة والمجتمع أبدي هذا الرأي أبدي عفواً رأيك في هذا الطرح استناداً إلى رسائل الجاحظ وكتاب الحيوان إذن هكذا أكون قد قدمت لكم لمحة عن مختلف المواضيع التي قدمت في دورات سابقة حتى تكون لديكم فكرة عن طبيعة المواضيع التي تقترح وتطرح وبعد ذلك نمر الآن إلى موضوعنا اليوم ما الموضوع الذي اقترحته عليكم هذا اليوم إذن التدريب على إنجاز المقال والمحور هو المنزع العقلي في الأدب العربي من خلال مؤلفي الرسائل والحيوان إذن الموضوع الذي كنت قد اقترحت عليكم هو التالي لم يكتفي الجاحظ في مؤلفاته ب لم يكتفي الجاحظ في مؤلفاته بإعلاء العقلي بل اهتدى به في بناء نصوصه الحجاجية وتوسله في بناء منهجه العلمي في عصر غلب فيه المنقول على المعقول حلل هذا القول مبديا رأيك كما تعودنا الموضوع حينما ننجز أو نقبل على إنجاز موضوع ما أو مقال ما نحن مطالبون بقراءة هذا الموضوع على الأقل ثلاث مرات على الأقل هذا إن لم يكن أكثر من ثلاث مرات إذن مرة أولى للإكتشاف ومرة ثانية للفهم ومرة ثالثة للإستيعاب والتمعني والتمحيس في هذا الموضوع إذن هذه المرحلة الأولى من قراءة الموضوع المرحلة الثانية هي أن نحدد صيغتي المعطى والمطلوب أرجو أن تقدموا إسهماتكم وملاحظاتكم حول صيغتي المعطى والمطلوب كنت قد طلبت منكم ذلك قبل حين إذن صيغة المعطى كيف بدت لكم؟ لم يكتفي الجاحظ في مؤلفاته بل اهتدأ به في نصوصه إذن عنا لم يكتفي وبل انتبهوا جيدا إلى هذه الصيغة لأنها يمكن أن تغالتكم البعض يذهب في ظنه أنها صيغة نفي وإثبات وهي ليست كذلك لمجرد أنه يرى صيغة النفي في البداية ثم صيغة الإضراب بل فإنه يذهب في ظنه أنها صيغة نفي وإثبات انتبهوا إلى ذلك لدينا فعل لم يكتفي وهذا فعل هام يحول وجهة الموضوع كليا صيغة المعطى كليا شكرا ياسمين إذن قلت انتبهوا جيدا إلى الصيغة لأنها صيغة موازنة لماذا اعتبرناها صيغة موازنة؟ اعتبرناها صيغة موازنة لأنه لدينا فعل لم يكتفي وإذا استعملنا أو وظف فعل لم يكتفي في البداية فإننا ننتظر إضافة إلى ذلك لنبسط معا أطرح الموضوع في مثال ثاني مثلا أقول لم يكتفي لست أدري لم تكتفي الأم بشراء الخبز بل اشترت معه زيتا على سبيل المثال إذن لاحظوا أن شراء الخبز لم ينفى لما يحجب شراء الخبز موجود وإنما أضفنا إليه زيتا الأمر ذاته هنا لا يا حازم كنت أفسر الآن قلت إنها ليست صيغة نفيه إثبات انتبه رجاء قلت إنها صيغة موازنة صيغة موازنة ساحة شريبتك سندة هل هذه مقدمة للجحظ ما كان هامة في تاريخ الفكرة العربي سنرى أن كانت مقدمة سأعود إليها بعد حين إذن قلت انتبهوا جيدا الصيغة هنا ليست صيغة نفي وإثبات كما يذهب في ظنكم وإنما هي صيغة موازنة فأنا أذكر العنصر الأور وأنتظر أن أنظيف إليه عنصرا ثانيا على غرار فعل لم يكتفي لم يقتصر خذوا فعل ثانيا يضاف إلى فعل لم يكتفي هو لم يقتصر إذن يمكن أن أقول لم يقتصر الجحظ في مؤلفاته على إعلاء العقل بل اهتدى في بناء النصوصي الحجاجية وتوصله في بناء منهج العلمي إلى غير ذلك إذن انتبهوا جيدا إذا وجدتم الفعل اكتفى أو اقتصر أو أي فعل يذهبوا في هذا المعنى المعجمي عدم الاكتفاء فانتبهوا جيدا عندها ستكون صيغة المعطى صيغة موازنة حازم يقول صيغة المقال صيغة نفي وإثبات ولذا واجب أنه حلي للعنصر الأول بإجاز يا حازم أرجوك إن كنت تستمع إليه انتبه جيدا الموضوع هو موضوع يعني صيغة الموضوع هي الموازنة وليس النفي والإثبات وكنت أفسر لو أن الفعل لم يكتفي كان مكانه فعل آخر كان أقول مثلا لم يهتم الجاحث في مؤلفته بإعلاء العقل بل اهتداء في نصوصه بالحجاج وبالمنهج العلمي عندها يا حازم والحديث موجه إلى البقية أيضا ستعتبرون أن هذا الموضوع في صيغة نفي وإثبات اتفقنا إذن الصيغة هنا هي صيغة موازنة وليست صيغة المعطى صيغة موازنة وليست نفيا وإثبات هو هذا الموضوع في صيغة موازنة نعم سيقع تحليل العناصر الواردة في نص الموضوع بالترتيب شكرا أستاذ جيلاني مرحبا بك إذن قلنا سيقع الاهتمام بعناصر الموضوع مرتبة في قسم التحليل كاني بحازم لا يستمع إلينا على كل أرجو أن تعيد مشاهدة هذه الحسنة حازم حتى تتبين الخطأ الذي وقعت فيه رجائا شكرا لك أستاذ حاتم لفقي حاتم يسعف هنا ببقية الأفعال التي تدل على الموازنة لم يتوقف لم يكتفي لم يقتصر يقول أنها صيغة تكامل بمعنى صيغة موازنة إذن صيغة موازنة يعني نحلل العناصر الواردة في نص الموضوع مع احترام ترتيبها اتفقنا؟ إذن اتفقنا في صيغة الموازنة أنها صيغة موازنة ماذا عن المطلوب؟ كيف بدأ لكم المطلوب؟ صورة الموضوع غير واضحة؟ لنرى بهذا الشكل هل تبدو واضحة؟ لا يسومية ليست صيغة نفي وإثبيت كنت أفسر الآن قلت إنها صيغة موازنة يبدو أن الكثير منكم يعني مهددون بالوقوع في مثل هذه الأخطاء المنهجية انتبهوا رجاء هذه الصيغ كما بيّن لنا الأستاذ حاتم قبل حين لم يتوقف لم يكتفي لم يقتصر كل هذه الصيغ تقتضي أن يكون الموضوع موضوع موازنة وليس موضوع نفي وإثبيت كما بيّنتم أبناء الأعزاء اهتدا في بناء نصوصه على الشكل الحجاجي وهو عرض الفكر سنصل إلى ذلك يا دنيا لو سمحت نحن الآن نحلل الصيغة شكراً هويدا صيغة موازنة وليس نفي وإثبات صحيح كنت أفسر الآن يا سمية أعتقد أنك التحقتي بنا بشكل متأخر سأعود سعيد التفسير لا إشكالة في ذلك قلت أن بعض الصياغ التي يكون فيها نفي وإثبات موجود يعني صحيح معكم حق يوجد لم أداة نفي ثم بل إثبات هذا صحيح نفي وإثبات ولكن انظروا إلى الفعل هنا هذا الفعل يكتفي لا يدل على النفي ليس معنى النفي هو المقصود هنا وإن ما معنى الإضافة الإضافة وأعطيتكم مثالاً مبسطاً على ذلك قلت أن أعطيتكم هذه الجملة البسيطة استمعوا إليها لو سمحتم لم تكتفي الأم بشراء الخبز لم تكتفي الأم بشراء الخبز بل أضافت إليه الزيت ما رأيكم؟ هل يمكن أن ننفي نحن شراء الخبز هنا؟ لا شراء الخبز من تحسير الحاصلي وقد أضافت إليه عنصراً ثانياً وهو الزيت واضح إذا استعصت عليكم صيغة من الصيغة لو سمحتم في أي موضوع من المواضيع فانتبهوا جيداً بسيطوا الموضوع واجعلوه في صيغة مستساغة كهذا المثال الذي أعطيتكم إياه الآن إذن مجموعة من الأفعال توظفوا في صيغة الموازنة وهي لم يكتفي لم يقتصر لم يتوقف إذن هذه الصيغة حينما تريد في الموضوع مع بل أو مع وإنما فإنها تكون صيغة موازنة أرجو أن يكون الأمر واضحاً بالنسبة إليك يا سمية والبقية به هذا بالنسبة إلى صيغة المعطأ نمر الآن إلى صيغة المطلوب حلل هذا القول مبدياً رأيك حلل هذا القول مبدياً رأيك تقول سرور التحليل خمس نقاط والنقاش ثلاث نقاط والتأليف نقطتين اثنتين أظن أنكم جميعاً توافقون على هذا التقسيم هذه المنهجية في صيغة المطلوب لنرى إذن صيغة المطلوب التحليل كما ذكرت يا سرور خمس نقاط إبداع الرأي ثلاث نقاط والتأليف نقطتين اثنتين نعم يا دونيا عنصر أول عنصران اثنين في التحليل أو ثلاثة سنرى كم العنصر فيما بعد سنرى وبالإضافة إلى النقاش إذن هو موضوع جدلي موضوع جدلي يكون فيه قسم التحليل متولاً وقسم إبداء الرأي مقتضباً الأستاذ حاتم يقدم إلينا الإضافة التالية الإضراب بل ورد بعده اهتدى به الذي يعود على إعلاء العقل فالموضوع يقول إعلاء العقل واهتدى به فالعنصر الثاني منس جمعة الأول صدقت أستاذ حاتم أشكرك على هذه المداخلة وهذه الإضافة القيمة أرجو أن تنتبهوا أبنائنا التلاميذ ومعكم مجموعة من الأستاذ الزملاء الأفاضل يدلون بدل ويهم معنا ويقدمون إليكم الإضافة إذن قلنا صيغة المطلوب التحليل خمسونيقات ابدأ الرأي ثلاثونيقات والتأليف نقطتين اثنتين تختيتنا للموضوع كيف سيكون سأعود إلى صيغة الموضوع صيغة المعطى وأحاول أن أتبين العناصر الواردة في قسم التحليل إذن لم يكتفي الجاحذ في مؤلفاته بإعلاء العقل إذن لدي عنصر أول وهو إعلاء العقل بل اهتدى به في بناء نصوصه الحجاجية إذن لدي عنصر ثاني وهو بناء النصوص الحجاجي البنية الحجاجية في نصوص الجاحذ وتوسله في بناء منهجه العلمي إذن لدي عنصر ثالث يتمثل في المنهج العلمي لاحظوا أن تختيت الموضوع موجود في صيغة المعطى ذاتها لدينا ثلاثة عناصر العنصر الأول إعلاء العقل العنصر الثاني بناء النصوص بناء حجاجيا العنصر الثالث هو بناء المنهج العلمي واضح؟ طيب إذن في عصر غلب فيه المنقول على المعقول طبيعة العصر هنا سنتحدث عنها خلال تناولنا للعناصر الثلاثة يعني ونحن نتحدث عن إعلاء العقل سنشير إلى العصر ونحن نتحدث عن البناء الحجاجي سنشير إلى طبيعة العصر وكذلك الأمر ذاته في بناء المنهج العلمي تفقنا إذن بنية التختيت الخاص بقسم التحليل موجودة في الموضوع ذاته يعني الموضوع في حد ذاته مقسم إلى عناصره الثلاثة من خلال المعطأ من خلال سيخة المعطأ بقي أن نفكر في النقاش أن نفكر في إبداء الرأي بإمكاننا أن نفكر فيه لنرى كيف سيكون تختيتنا لهذا الموضوع إذن أنتم مطالبون أبنائنا بإنجاز تختيت محكم لكل مواضيعكم سنبدأ بتختيت قسم التحليل قسم التحليل المقطع الأول الجزء الأول أو العنصر الأول إعلاء العقل العنصر الثاني بناء النصوص الحجاجي العنصر الثالث تبني منهج علمي بالنسبة إلى إعلاء العقل فيه منزلة العلم عفوا منزلة العقل عند الجاحظ الدعوة إلى الاهتداء به وعدم الاكتفاء بالظهر السطحي هذا بالنسبة إلى العنصر الأول وهو إعلاء العقل العنصر الثاني بناء النصوص الحجاجي بنية النصوص الحجاجية والتفسيرية يمكن أن نضيف ثانياً أنواع الحجج من أنواع الحجج التي تعرفونها حجة السلطة حجة الحد الحجة المنطقية الحجة التاريخية الحجة السياسية إلى غير ذلك ثم نتحدث عن أساليب الحجاج وفي أساليب الحجاج تجدون التأكيد أن في الإثبات الشرط التفصيل التعليل إلى غير ذلك به ثم تبني منهج العلمي العنصر الثالث وهو تبني المنهج العلمي نجد فيه الجرح والتعدي المعاينة التجربة الاستقراء والشك المنهجي إذن هذه العناصر التي تطالعنا في تبني المنهج العلمي أذكر بعناصر التحليل الثلاثة وهي إعلاء العقلي بناء النصوص الحجاجي وتبني منهج علمي كما تلاحظون في التخطيط لستم مطالبين بالتوسع بإمكاني بعضكم أن يورد الشواهد إن كان من من الذين يعني سرعان ما ينسون الشواهد وتفاصيلها فبإمكانهم أن يوردوا شواهدهم أثناء تخطيتهم للمقال حتى لا يقع يعني التخاذ عن تلك الشواهد تفقنا؟ إذن هي مجموعة من رؤوس الأقلام نسجلها لتكون يعني هي بالنسبة إلينا لأنها ستقودنا أثناء الصياغة المسترسلة هذا بالنسبة إلى قسم التحليل إن كانت لديكم ملاحظات حول التحليل فاذكروها وأنا سأرد عليه ما الذي لم تفهمه يا حاز حدد ما الذي لم تفهمه بالضبط وسأرد عليك سأحاول أن أذلل الصعوبات التي تواجهك إبداء الرأي يكون على نقطتين ما هما يا سليم؟ ما هما؟ أذكرهما مؤمن يقول تحليل عناصر كبرى الموضوع ثم تأليف جزئي ثم تأليف كلي ثم إبداء الرأي يكون مقتضبا يا مؤمن بالنسبة إلى إبداء الرأي يكون قبل التأليف لأنك في المقال في بنية المقال وحتى في تحليل النص تحلل تناقش ثم تألف لأن التأليف سيكون جامعا بين قسمي التحليل والنقاش تفقنا؟ به مؤمن يقول كيف أعلى الجاحث في كتابي الحيوان ورسائل بنية النص الحجاجي ما هي مظاهر المنهج العقلي سنراها فيما بعد مؤمن بالنسبة إلى إبداء الرأي نحاول أن نقرأ معا ما الذي جاء في نص الموضوع حتى نتمكن من مناقشته إذن لم يكتفي الجاحث في مؤلفاته بإعلاء العقلي بل اهتدى به في بناء نصوصه الحجاجية وتوسله في بناء منهجه العلمي في عصر غلب فيه المنقول على المعقول حلل هذا القول وأبدي رأيك كيف يمكن أن نناقش هذه الأفكار الواردة جيد يا حاز المهم أن تكون قد فهمت المطلوب إذن قلنا كيف سبيله إلى مناقشتي ما ورد من أفكار في نص الموضوع سنبدأ من البداية لم يكتفي الجاحث في مؤلفاته بإعلاء العقل يمكن أن نبحث معا عن حدود إعلاء العقل إلى أي حد كان الجاحث مشيداً معلياً بالعقل في مؤلفاته فهذه الفكرة أولى للنقاش الفكرة الثانية اهتدى به في نصوصه الحجاجية إلى أي حد كان الجاحث مهتدياً بالعقل في نصوصه الحجاجية وتوسله في بناء منهجه العلمي أيضاً يمكن أن نتحدث عن حدود بناء المنهج العلمي في كتابات الجاحث نلخص كل هذه الأفكار في إبداء الرأي لنرى إذن يمكن أن نناقش بكثرة الإسترادات وغلبة الفوضى يمكن أن نناقش بالقول بأراء لا يقرها العقل يمكن أن نناقش بالعقل الدفاعي العقل الجاحثي الدفاعي وهو يتمثل في الدفاع عن المعتزلاء والدفاع عن السلطة يمكن أن نناقش بفكرة أخرى غلبة النقل على العقل أو غلبة المنقول على المعقول في كتابات الجاحث ذاتها يعني أفكار كثيرة يمكن أن نناقش بها في الواقع ولكن شريطة أن تكون مجادلة لما ورد في نص الموضوع وكنا قد بينا سابقا سبل النقاش قلنا إنها يمكن أن تكون تكميلية النقاش يمكن أن يكون تكميليا ويمكن أن يكون نقاشا جدليا ويمكن أن يكون نقاشا جدليا وهو من صبل التنسيب دونيا تقول الإشكالية ما هي تجليات المنهج العلمي والشكل الحجيجي للجاحث إلى أي مدى بدت مباحث الجاحث إلى أي مدى بدت مباحث الجاحث ذات نزعة عقلية طيب هذه الإشكالية أشكرك يا دونيا إن كانت لديكم مقدمة تقترحوها هيبا أنه كان أديبا وليس عالما في النقاش المقصودة الفكرة أوافقك فيها ولكن إلى أي حد يمكن أن تناقش هذه الفكرة موضوعنا يجب أن تبحث عن ما بإمكانه أن يناقش هذا الموضوع ذاته وليس موضوعا ثانيا تقول سمية هل يجوز الحديث في الفوضى في النقاش في النقاش غاب الموضوع في تناوله القضايا لم يكن الجاحث موضوعيا في تناوله للقضايا القضايا ليست مطروحة في هذا الموضوع هيبا أنت بهي طالما أن القضايا لم تطلب منك فلا تخوذي في غمارها إذن هذا بالنسبة إلى مخطتنا نمر الآن إلى المقدمة إن كانت لديكم مقترحات في المقدمة فانا في الاستماع وإلا فإني سأقدم لكم المقترح الذي أعضبه بناء منطقيا متبنيا في بحوثه منهجا علميا في عصر غلب فيه المنقول المعقولة إذن كما تلاحظون تمهيد إذن قلت الموضوع بدأ بتمهيد عام ثم بعد ذلك تنزيل الموضوع تنزيل الموضوع يمكن أن يكون حرفيا ويمكن أن تغير بعض ما جاء فيه بعد تنزيل الموضوع نختم بالإشكالية وهي التالية فما هي مظاهر إعلاء العقل في مؤلفات الجاحظ؟ وأين يتجلى كل من البناء الحجاجي والمنهج العلمي الذين يتوخاهم الجاحظ في نصوصه؟ إذن سؤالين خاصان بالتحليل ولابد أن يكون هناك سؤال ثالث يخص قسم النقاش أو إبداء الرأي أو التقويم وإلى أي مدى يمكن التسليم بكل ذلك؟ صح شريبتك أستاذ علي؟ مرحبا بك أداة النفي هل تم حذفها؟ لماذا ستحذف يا سمية؟ لم؟ من نص الموضوع لم تحذف أثناء إعادتك لسياغة الموضوع في المقدمة لك أن تحذي فيها شريطة أن تحافظ على سياغة العام للموضوع تفقنا؟ إذن أعيد عليكم نص المقدمة لأن تعددت كتابات الجاحظ وتنوعت مواضعها أدباً وعقيدة واجتماعاً وسياسة فإن كاتبها قد حرس فيها على الإشادة بالعقل والإئتمام به فبنى نصوصه بناء منطقياً متبنياً في بحوثه منهجاً علمياً في عصر غلب فيه المنقول المعقولة فما هي مظاهر إعلاء العقل في مؤلفات الجاحظ وأين يتجلى كل من البناء الحجاجي والمنهج العلمي الذين توخاهما الجاحظ في نصوصه وإلى أي مدى يمكن التسليم بكل ذلك إذن هذه هي المقدمة إن كانت لديكم ملاحظات أو إضافات للمقدمة فأنا في الاستماع إليكم إذن يقول مؤمن أستاذ في موضوع حل الوناقش يقول فيه التحليل موازياً للنقاش ثم تأليف جزئي ثم كلي بالنسبة إلى حل الوناقش هي صيغة 4-4-2 ما المقصود بـ 4-4-2 أربع نقاط للتحليل وأربع نقاط للنقاش ونقطتين للتأليف ولا تفصل بين التأليف الجزئي والتأليف الكل التأليف الجزئي يمكن أن تعتمده ما بين التحليل والنقاش لكن في الأخير أنت لديك تأليف كلي خصصت له نقطتين اثنتين ويكون العنصران أو القسمين متوازيين فعلاً لأنه أربع نقاط وأربع نقاط هذا يظل على أنهما سيكونان في نفس الحجم تقريباً كل من التحليل والنقاش ساح شريبتك أستاذ نيجي ومرحباً بك أشكرك لهذه الشهادة إذن دونيا تقول ما مظاهر ضعف المستوى العلمي وغياب الموضوعية فيه هذه فكرة كل النقاش دونيا فيما أظن إذن قلت هذا تحليلنا أنهينا تحليلنا الآن وبعد ذلك سنمر إذن أعود إلى قسم التخطيط هذا التخطيط الآن سنتوسع فيه ثم سأمر بكم إلى المسترسل المسترسل كما عودتكم دائماً أقترح عليكم سيغن مسترسل إذن أنهينا المقدمة الآن سنبدأ بقسم التحليل وكما عودتكم في قسم التحليل يحبذ منكم دائماً أن تستهله بما يسمى مقدمة الجوهر كنت قد بيانت لكم هذا الأمر سابقاً مقدمة الجوهر قد يتسأل بعضكم كيف سأبدأ الجوهر وبما سأستهله يقول حازم يمكن أن نناقش بهيمنة المراكمة والخرافة والتجميع والصنع الأدبية على النصوص الجاحظ يقلل من قوة النزع العقلي كما أن المراكمة تحد من النزع العلمية لأن أبا عثمان في مرات عديدة اعتمد على النقل اعتمد على النقل فاختفى صوت الجاحظ العالم وبرز لنا أديباً شكراً لك حازم أفكار طيبة يمكن أن تستعين بها في قسم النقاش سندة تقول أستاذتي أعددت المقدمة للنظر فيها رجاء أن للجاحظ ما كان هام في تاريخ الفكر العربي باعتباره مثل قطيعة معرفية مع الفكر التسليمي الانطباعي وعد من مؤسسي المعرفة العقلية ولقد كان الجاحظ استجابة حذرية كان بها مطولة مطولة هذه المقدمة استجابة حذرية طبيعية لذرف معرفي مخصوص تميز بحضور مكثف للعقل ودليل ذلك أنه لم يكتفي لم يكتفي دون يا مضارع مجزوم احذف اليا بإعلاء العقل فحسب الاهتدابه في بناء النصو إذن هذا تنزيل الموضوع طيبة هذه المقدمة يا سندة جيدة أحسنتي فقط تشذي بيها واحذفي منها بعض التفاصيل حتى لا تثقل كاهلك إذن أختمتي بطرح الإشكالية إلى أي مدابر احتكمل العقل وأولياته على النقل أشكرك إشكالية طيبة شكرا لك أستاذ أنور تحياتي لك بالمثل إذن قلنا المقدمة الجوهر كيف سنستهل عملنا اليوم وكيف سنفتتحه هيمكن أن أتحدث عن إعلاء منزلة إعلاء مكانة العقل على سبيل المثال كما حددنا ذلك قبل حين في التخطيط في الواقع أنا أطلب منكم أن ترجئوا مسألة العقل هذه لقسم التحليل لأننا في قسم التحليل سنحتاج إلى الاستدلال على قيمة العقل عند الجوهر لعلنا لسنا مطالبين بإبداء رأينا أو بتقديم فكرة عن قيمة العقل عند الجوهر في مقدمة الجوهر ما يسمى بمقدمة الجوهر لذلك أقترح عليكم فكرة عامة يمكن أن تقتصر على سطر واحد أو سطرين ليس إلا لم يكن العقل عند الجاحث إلا حجة وأداة للمعرفة يستدل به في شتى العلوم ويأتم بأحكامه في الفصل ما بين الصالح والطالح فلا غرابة أن يتصدر الطابع العقلي مختلف كتاباته متخذا المعرفة دايدنا والمنهج العلمي مطية لتحفيز الأذهاني وسطنهاض البابي إذن يمكن أن نقتصر على هذه الفكرة في تقديم همية العقل في كتابات الجاحث لنا ذلك في كل الأحوال بالإضافة إلى ذلك فيما بعد سنشرع في الالتزام كما قلنا قسم التحليل سنشرع بالحديث عن منزلة العقل منزلة العقل عند الجاحث ماذا يمكن أن نذكر في هذا العنصر؟ سنقول في الإشادة بالعقل أو في الإعلاء العقل إن للعقل مكانة مميزة عند الجاحث فهو آلة المعرفة وأداتها والفيصل بين الخطأ والصواب والحق والباطل لذا كان دائما دعوة إلى الاعتمام به محذراً من الاكتفاء بالظاهر السطحي والاغترار بحكم الحواسي وفي ذلك يقول لا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل إذن يمكن أن تقتصروا على هذه الفكرة في تحليل قيمة إعلاء العقل عند الجاحث أو يمكن أن أقترح عليكم فكرة ثانية إن شئتم ذلك استمعوا لقد أولى الجاحث العقل مكانة مميزة وجوهرية فهو آلة المعرفة وأداتها وهو الفيصل بين الخطأ والصواب لذلك كان يلح على أن نأتم بالعقل وأن لا نكتفي بالظهر السطحي وأن لا نختر بحكم الحواسي وآية ذلك قوله ولا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل وللأمور حكماني حكم ظاهر للحواسي وحكم باطل للعقول والعقل هو الحجة إذن يؤكد الجاحث على أن العقل هو ما يجب أن نأتم به ونعتمد عليه دائما إذن هذا بالنسبة إلى المقطع الأول إذن الإعلاء من قيمة العقل أو الإشادة بأهمية العقل ولا ننسى الشواهد شكراً أميل وللأمور حكماني حكم ظاهر للحواسي وحكم باطل للعقول والعقل والحجة كنت أذكر هذا الشهد بيمكنكم أن تعتمدوا عليه إذن أنهينا العنصر الأول نحتاج إلى تأليف مرحلي لا تنسوا ذلك أو ما يسمى بالتأليف الجزئي ترى كيف السبيل إلى أن نحسن إلى كيفية حسن الانتقال الرشيق أنا أسميه الانتقال الرشيق ما بين المقاطع ما بين المقطع الأول والمقطع الثاني يمكنكم أن تعتمدوا على أسليب فنية كثيرة من ذلك مثلاً أسلوب الموازنة لأن فإن أو النفي والإثبات لم يكن بل كان إذن أسليب كثيرة يمكن أن تعتمدوا عليها أثناء تأليفكم المرحلي لا للإطالة لا لتقديم التفاصيل ولكن من الضروري أن نحسن الانتقال من عنصر إلى عنصر ترى كيف سيكون هذا الفصل المنهجي إذن سأقول لأن كان العقل أداة الجاحظ وحجته فإنه لم يكتفي به وسيلة وإنما اتخذ البناء الحجاجية دايداً له في إنشاء مؤلفاته ما رأيكم؟ أكون بهذا الشكل قد ألفت ما سبق أو ما ورد آنفاً وهو يخصه العقل وفيما بعد مهدت لما سيرد بعد حين وهو العنصر الثاني أي البناء الحجاج انتبهوا جيداً إلى هذا الأمر حتى لا يكون عملكم مفككاً أو فيه ذلك التقطع المسيء لاسترسال الموضوع وترابط أفكاره إذن عنصرنا الثاني هو ما عنوناه ببناء النصوص الحجاج بناء النصوص الحجاج بإمكانكم أن تتناولوا في هذا العنصر بنية النص الحجاج يمكنكم أن تتناولوا أنواع الحجاج ويمكنكم أن تتناولوا أيضاً أسليب الحجاج أسليب الحجاج التي ستخص هي بدورها أيضاً بناء النص الحجاج سننطلق ببناء النصوص الحجاجية وفيها سنتحدث عن نصوص نص الجحف بنية نص الجحف المتكونة من أطروحة ونقيض الأطروحة واستنتاج أو نتيجة الاحتمال الثاني أطروحة وسيرورة حجاج ويمكن أن يغيب الاستنتاج الاحتمال آخر من الاحتمالات النصوص الحجاجية أطروحة مدعومة أطروحة مضحوظة سيرورة حجاج واستنتاج إذن هذا يختلف من نص إلى آخر بنية النص الحجاجي تختلف من نص إلى آخر المهم أنها يمكن أن تحتوي على أطروحة ونقيض تلك الأطروحة ويمكن أن تغيب الأطروحة النقيضة أو المضحوظة ونجدها في المقابل أطروحة انتشارية كنت قد حدثتكم عن هذا الأمر في النص السابق نص الجاحذ الذي حللناه في الحصة السابقة إذن هذا بالنسبة إلى بناء النص الحجاج ماذا عن السيرورة؟ سيرورة الحجاج سيرورة الحجاج عادة ما يسوق الجاحذ حججا متنوعة لدعم فكرتي منها حجة الشاهد القولي الحجة الأولى الحجة الأولى حجة الشاهد القولي وقد يكون مقدسا من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية أو من القرآن الكريم كما قلت أو من الأحاديث النبوية بهذا الشكل يكون النص مقدسا على غرار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس علمنا منطقة طيري الشهد القول أيضا يمكنه أن يكون من الشعر العربي القديم يعني من المدونة الشعرية أو من الأدب بشكل عام الأدب القديم تتذكرون ذلك البيت الذي قاله أعرابي في نص منطق الطير حينما سئل هذا الأعرابي عن الضب قال سقله أرضا يعلم الضب أنها بعيد من الآفات طيبة البقلي الضب كلكم تعرفون الضب هو ذلك الحيوان الصحراوي الذي يعيش في البيئة الجافة إذن وهذا الحيوان قد عايشه الأعراب وعاشروه كثيرا ويعرفون طباعه لذلك قالوا عنه الكثير في أشعارهم فالجاحظ بإمكانه أن يتخذ هذا الشهد الشعري دليلا للاستدلال على فكرة ما من الحجج الأخرى التي توسل بها الجاحظ يقول الحجة الموالية هي حجة السلطة ما هي مظاهر العقلي تحدثنا عن هذا العنصر الأول راذيا تحدثنا عن هذا العنصر الأول ثم سندة بنية الناس الحجاجي تنقسم إلى نوعي نص تفسيري ونص حجاجي بدوري ينقسم إلى لم أفهم نزع الجدل والنازع هذه الأنواع هذه أنواع النصوص يا سندة أنواع النصوص نصوص تنبني على الجدال ونصوصchmalading على السجال ونصوصsınaż inability على التفسير ونصوص تنبني على الحجاج إلى غير ذلك لكن البنية الأمر مختلف البنية يمكن أن تجدي الأطروحة نقيذ الأطروحة سيرورة الحجاج الاستنتاج أو الإجمال ثم التفصيل يمكن أن تجدي الخبر التعليق على الخبر بنية الخبر في حد ذاتها أيضا السند والمتن إلى غير ذلك هذا يختلف من نص إلى أخ الحجة الموالية هي حجة السلطة من ذلك قوله فإن العلماء قد أجمعت على أن من أخذ بالحزم وقدر الحذر فجاءت المقادير بخلاف ما قدر إذن السلطة هنا هي السلطة علمية السلطة تختلف من نص إلى آخر قد تكون سلطة سياسية قد تكون سلطة اجتماعية قد تكون السلطة معرفية أو علمية قد تكون سلطة أدبية السلطة السياسية على سبيل المثال حينما توسل الجحث بالحجاج ابن يوسف في رسالة النساء حتى يستدل على قيمة المرأة ومنزلة المرأة في المجتمع يحدثنا عن الحجاج ابن يوسف كيف أنه كان يقدر المرأة رغم شدته وبطش ما عرف به من بطش وسفك للدماء وقوة إلى غير ذلك فأنه في المقابل كان يكن للمرأة احتراما وتقديرا ليس له مثير إذن هذا النوع من الحجاج يمكن أن نعتبره حجة السلطة السياسية الحجة الموالية هي حجة الحد ما المقصود بحجة الحد؟ يعني حجة التعريف أن نعرف مفهوما ما يعتمد عليه الجاحث فيقدم لنا ذلك التعريف في شكل حجة هذا النوع من الحجة يعتبره يسمى حجة الحد أن أقنعك أنت مثلا بأهمية النجاح أو بأهمية الدراسة فأستعمل حجة الحد أقول لك أن الدراسة هي المستقبل على سبيل المثالة أعرفت الدراسة بأنها المستقبل فماذا قدمت أنا هنا؟ قدمت تعريفاً تعريفاً للدراسة فأنا استعملت لك حجاجاً وهذا الحجاج يتمثل في حجة الحد تفقنا حجة الحد يعني التعريف أن نقدم تعريفاً وكثيراً ما كان لحجة الحد تأثير بليغ في المحجوج أو في المتقبل ويسام هل يمكن لحجة السلطة أن تكون في شكل مقولة أم أنها تعد أنا ذاك قولية هو هذا الفرق بين حجة السلطة أو حجة شهد القولي إذا كانت في شكل مقولة فهي حجة شهد القولي يا ويسام إذا كانت في شكل شخصية معروفة في المجال العلمي أو المعرفي أو السياسي أو الفكري إلى غير ذلك فإنها حجة السلطة اتفقنا حتى تميزهما في الواقع الحجتين متقاربتين ولكن بإمكاننا أن نميز بينهما الحجة الموالية سأعطيكم مثال على حجة الحد قبل ذلك يقول في الإنسان الجحظ يعرف الإنسان الآن يقول إنه حيوان فصيحا هذا تعريف الجحظ للحيوان إنه حيوان فصيحا وإنه شيء عاقل يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة ويستدل عليها إذن هذا تعريف الجحظ للإنسان حيوان ناطق كما يقول ويقر بهذه المعرفة فيما بعد العلماء اللاحقون يقولون إن الإنسان حيوان ناطق أو حيوان مفكر أو لست أدري الجحظ يقول إنه حيوان فصيح له من الفصاحة ما يميزه عن بقية الحيوان حيوانات إذن هذا نوع من الحجة يسمى حجة الحد الحجة الموالية هي الحجة المنطقية الحجة المنطقية أو يسميها بعض الحجة الذهنية ويسميها البعض الآخر الحجة العقلية فالحجة تسمية الحجة تختلف من شخص إلى آخر ولكن معناها لا يتغير في هذه الحجة قد نجد الشرط قد نجد تركيبة شرطية أو ما يسمى بالافتراض مجموعة من الفرضيات الافتراض الذي ينبني على لو أو إن أو إذا أو ما شئتم من ذروب شرط يمكن أن نجد في الحجة المنطقية أيضا ربطا بين السبب والنتيجة ربط السبب والنتيجة سأعطيكم أمثل على ذلك من ذلك قول الجحظ معللا الحكمة من وجود البشر فيقول لو كان الشر صرفا هلك الخلق أو كان الخير محظا سقطت المحنة لاحظوا هنا أنه يستعمل لو وهي أداة افتراض أو أداة شرط وهذا الشرط يفيد الامتناع هنا هنا في هذا السيق يفيد الامتناع إذن هذا النوع من الحجج نسميه حجة منطقية ما التفقين؟ شامة تقول هل من الضروري ذكر جميع أنواع الحجج أم نكتفي ببعضها؟ اكتفي ببعضها يا شامة اكتفي ببعض هذا يتوقف على تختيتك ماذا ورد في تختيتك وكيف ستنتقين أنت من الحجج ما أنت متمكن منه أولا وما أنت قادرة على استحذار الشواهد الملائمة لهذه الحجة أو تلك ثانيا واضح؟ شامة أيضا تقول هل يمكن أن نكتفي بحجتين أو ثلاث؟ هذا بحسب الموضوع المطروح حسب الموضوع المطروح في هذا الموضوع مثلا لديك أنت ثلاثة عناصر في هذا الموضوع ثلاثة عناصر يعني أنني سأتوسع نسبيا وعن الحجاج سأتحدث عن البنية وسأتحدث عن الأساليب وسأتحدث عن أنواع الحجاج قد لا أجد متسعا من الوقت أولا ومتسعا من المسيحة التي سأخذت فيها موضوعي وبالتالي فأني سأضطر إلى تقليص حجم الحجاج فهمتي؟ يعني هذا يتوقف حسب التخطيط وحسب رؤيتك أنت تبصرك أنت لهذا الموضوع إن كنت قادرة على أن تسوغي موضوعك أن تتوسعي دون أن يزعجك التوقيت على سبيل المثال أو الضغط التي ستكونين فيه عندها فبيمكن أن تتوسع في مسألة الحجاج وإلا إن لم يكن ذلك متيحا فاقتصري على حجتين أو ثلاث حجاج كما ذكرتي إذن الحجة الموالية الحجة التاريخية منها قوله في إطار المفاضلة ما بين السودان والبيضان وقد رأينا السقالبة أبخل من الروم والروم أبعد رؤية وأشد عقولا هذا في نص فخر السودان على البيضان تتذكرون هذا النص الحجة الموالية حجة الإحالة على الواقع أو ما يسميه البعض الحجة الواقعية يقول في المفاضلة ما بين البيض والسودان يقول وقد رأينا النساء أضعف عقولا والصبيانة أضعف عقولا منها سأكتفي بهذا البيض الحجاج يمكن أن أضيف الأساليب الحجاجية كلكم تتذكرون ما وجدناه في مختلف الأساليب الحجاجية من أساليب التوكيد من الشرط من الأساليب التفصيل التفصيل والتفسير وضعنا ذلك في مخطتنا قبل حين أذكركم بمختلف هذه الأساليب إذن تحدثنا عن أنواع الحجاج أنواع الحجاج بالإضافة إلى الأنواع لدينا الأساليب وفي الأساليب نجد استعمال التوكيد كالقصر والحصر وتركيب الحصري إلى غير ذلك أسلوب التوليد السقراتي وسألني بعضكم عن التوليد السقراتي في الحصة الفارتة هو تعبير تكون فيه الجمل مترابطة متوالدة من بعضها البعض يعني كل جملة تولد منها جملة أخرى منها يعني من ذاتها لاحظي مثلا أن الكلمة الأخيرة التي تنتهي بها الجملة الأولى هي نفسها الكلمة التي ستبدأ بها الجملة اللاحقة أعطيكي مثال على ذلك وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطراء كلمة خواطراء وأكثرهم خواطراء أكثرهم تفكرا احفظوا تفكرا وأكثرهم تفكرا أكثرهم علما علما وأكثرهم علما أرجحهم عملا إذن هذا يسمى التوليد السقراتي لأنني ولدت الفكرة من الفكرتي دونيا تقول تسليم أنجاح ببعض المرويات والأخبار دون التمحيس والتثبيت هذه فكرة سالحة للنقاش دونيا في ريال أستاذة صيغة الموضوع نفي وإثبات يعني الحديث بإيش في ريال يبدو أنك التحقتي بنا الآن أطلب منك بلطف أن تعودي إلى هذه الحصة المسجلة المسجلة عفوا وستتبينين لماذا لم نعتبر هذا الموضوع موضوع نفي وإثبات وإنما هو موضوع موازناء إذن قلت من الأسليب الحجاجية الأخرى بالإضافة إلى التوليد أرجو أن تكونوا قد تبينتم معي معنى التوليد السقراتي نجد كذلك ما يسمى المؤشرات اللغوية والروابط المنطقية والصيغ التقريرية وتركيب الشرطية التلازمية وصيغ الترجيح لعله ربما قد قد مع فعل مزارع طبعا وأسلوب الأمر والنفي افعل الأمر لا تفعل النهي أسلوب التفصيل أما في أسلوب التعليل لأن إذ أسلوب الاستنتاج إذن وبذلك أسلوب الاستدراك لكن إلا أن غير أن أسلوب الإضراب بل بل وللروابط الحجاجية تأثير قوي في المتلقي لأنها تشد الأفكار بعضها إلى بعض وتتدرج إلى نتيجة يريدها المحاجو فتلعب دورا مهما في التوجيه الحجاجي باعتبار أن مقدماتها متجذرة في بنية الأقوال اللغوية فالعلاقة بينهما جدلية إذن هذا بالنسبة إلى أساليب الحجاج وبأساليب الحجاج نكون قد أنهينا القسم الثاني من التحليل العنصر الثاني من التحليل وهو العنصر الخاص ببنية النصوص الحجاجية تحدثنا فيه عن البناء العام تحدثنا عن الحجج وأنواعها وكذلك تحدثنا عن الأساليب الحجاجية أرجو أن يكون الأمر واضحاً بنسبة إليكم وكما تعودنا بعد أن نخططها بعد التخطيط المفصل سنمر إلى المسترس ما أقترح عليكم من صياغة مسترسلة تخص الحجاج استمعوا إن النظر في حجاج الجاحذي يكشف قطعاً عن ذلك التنوع الحجاجي في مؤلفي الحيوان والرسائل فنصوص الجاحذ ذات بنية حجاجية وكما تعود إلى تسجيل الحصة فيما بعد واكتب ما أمله عليكم بتأنن عندها بإمكانك أن توقف في الفيديو في كل مرة حتى يتسنى تتسنى لك الكتابة أتفقنا؟ أعود إلى صيغة المسترسلة الخاصة بالحجاج إن النظر في حجاج الجاحذ يكشف قطعاً عن ذلك التنوع الحجاجي في مؤلفي الحيوان والرسائل فنصوص الجاحذ ذات بنية حجاجية وبعضها الآخر ذو بنية سجالية صديقتكم ذكرت قبل حين هذا النمط من الكتابة ذو بنية سجالية وتارة نجدها تفسيرية وطوراً آخر جدالية صدرها بأطروحة مرفوة قد يسألني بعضكم ما الفرق بين السجالي والجدالي والحجاجي كلها هذه الوضعيات أو هذه طبيعة النصوص كلها مرتبطة بما يسمى وضعية خلافية وضعية خلافية بين طرف محاج يعني يبث الفكرة أو الأطروحة وطرف ثاني هو المحجوج أو صاحب الأطروحة المتحوذة فلدينا أطروحتين أطروحة على طرفي نقيذ وطرفي سراع إن شاءنا فكري سراع فكري إذن أطروحة مدعومة وأطروحة مضحوذة والعلاقة بينهما قد تكون علاقة سجالية يعني يحتد التصادم بينهما في مسألة السجال الفكري وقد يكون وقد تكون العلاقة بينهما علاقة لحظة إذن وقد تكون العلاقة بينهما علاقة تفسيرية يعني هناك تفسير يعني المحاج يفسر للمحجوج وقد تكون العلاقة بينهما جدالية يعني هناك تطارح للأفكار بينهما وكل منهما يحاول أن يقنع الآخر بفكرته أمل تقول سجالية يعني التذارب بين الأفكار نعم هناك تذارب هناك وضعية خلافية هناك يعني كيف أقول هناك نوع من التصادم بين الفكرتين وكل منهما سيعمد إلى الاستفسار أو إلى التبرير موقفه للآخر واصل المسترسل صدرها بأطروحة مرفوقة بسيرورة حجيش تتوج بنتيجة أو أنها ترد على شاكلة أطروحة مدعومة مع نقذتها ثم سيرورة تختم بنتيجة وقد يغيب هذا الحكم النهائي في نصوص ليسجل حذوره في نصوص أخرى وكثيرا ما تتضمن نصوص الجاحظ حججا متنوعة لعل أبرزها حجة الشهد القولي حيث يمكن أن يكون مقدسا مقتبسا من النص القرآني أو السنة والحديث ومثل ذلك أنه أورد آية كريمة في سياق حديثه عن منطق الطير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس علمنا منطق الطير ولم يغفل الجاحظ عن توظيف الحجة المنطقية التي تنبني على أساس الربط بين السبب والنتيجة أو على أساس القياس والمماثلة فيورد قوله في رسالة منطق الطير وعلى أنك تتعلم الطير تعلم الطير الأصوات فتتعلم وكذلك يعلم الإنسان الكلام فيتكلم وإن المحاج يستدل بهذه الحجج بهذه الحجج ليدعم أطروحته أو ليقوض أطروحة الخصم كما كان لحجة الإحالة على الواقع حذور في نصوص الجاحظ وآية ذلك ما جاء في قوله وقد رأينا النساء أضعف عقولا والصبيان أضعف عقولا منهم وهذا التنوع في الحجج له من التبرير ما يكفي لقبوله ومن المشروعية ما يدعم هذا التنوع الحجاج ومن ثم فإن الجاحظة باعتباره مفكرا معتزليا كان ظليعا في علم الكلام وفي فنون الحجاج منشئا خطابا ناجحا لا يكتفي بالإقناع وإنما يتخطاه إلى الإفحام والتبكيت الإفحام والتبكيت درجة أعلى من الإقناع إذن أقنعته يمكن أن يتبنى فكرتك عفوا فكرتك بحدود لكن الإفحام والتبكيت هو درجة أقوى من درجات الإقناع يعني لا تترك له مجالا البتة لينقشك أو لوجادلك في تلك الفكرات وإن هذا الشكل الحجاج يتوسل بمؤشرات حجاجية الآن سأنتقل إلى أسليب الحجاج لكني مزلت في نفس العنصرة إذن مؤشرات حجاجية بين لغوية ومنطقية أما اللغوية فتتجلى في الصياغ التقريرية والتراكيب التلازمية وصيغ الترجيح والحصر وتجمع بين أسلوبين الأمر والنهي والقصر وأما المنطقية فتتمثل في التمثيل والقياس والاستقراء وقياس الشهد على الغائب فضلا عن التوليد السقراتي أو التوليد المنطقي ونلمس ذلك في قوله وأكثر الناس سماعا أكثرهم خواطر وأكثرهم خواطر أكثرهم تفكرا بهذا الشكل أكون قد أنهيت العنصر الثاني وهو عنصر البناء الحجاجي إن كانت لديكم أسئلة أو استفسارات قدموها شكرا هيبة متماسك جزاك الله خير أشكرك إذن إلى حد الآن حللنا المقطع الأول أو العنصر الأول وهو إعلاء قيمة العقل أو الإشادة بالعقل والعنصر الثاني وهو البناء الحجاجي أو البناء الحجاجي كالعادة نحتاج إلى عنصر تخلص إلى جملة تمهد لنا تؤلف لنا ما سبق وتمهد لما سيلحق اتفقنا؟ إذن كيف سأريد هذه الجملة؟ أقترح عليكم هذا الاقتراح بقدر ما اهتم الجاحظ في أثريه الحيوان والرسائل بالإشادة بالعقل والرفع من شأنه بالإضافة إلى المنهج الحجاجي وبناء النص السجالي فإنه لم يغفل عن المناهج العلمية بكل تفريعاتها لم يغفل عن المناهج العلمية بكل تفريعاتها ففيما تتمثلوا؟ يمكن أن أختم بطرح السؤال فيما تتمثلوا لأن سأتحدث فيما بعد عن المناهج العلمية في حديثي عن المناهج العلمية يمكن أن أشير إلى طبيعة العصر هذا العصر الذي غلب فيه المنقول على المعقول وهو ما أشاره علينا الموضوع لا تنسوا أنكم مرتبطون ارتباطا وثيقا بنص الموضوع لا تخفلوا عن ما ورد في نص الموضوع أنتم مدعون إلى أن تستعينوا بكلمات أو مفردات وردت في نص الموضوع وأقحموها في خطابكم وفي لغتكم لماذا؟ حتى لا يذب في ظن المصحح أنك بصدد إنجاز ما يسمى بالموضوع الجاهزاء أكثر ما يمكن أن يثير حفظتنا نحن المصححين أن نجد التلميذ وقد لقنا أو حفظ موضوعا جاهزا حفظا دون إذافة ويعمد إلى كتابته دون أن يطوعه أو يغير ما يجب أن يتغير فيه حتى يصبح متلائما مع موضوعه انتبهوا جيدا راهوا لكل موضوع خصوصيته ولكل نص من نصوص المقال لغته وصياغته وعبارته ومنهجه المواضيع تختلف عن بعضها البعض انتبهوا جيدا أحيانا الكثيرا ألاحظ أن بعض التلميذ يقعون في ذلك الخطأ يعني بمجرد أنهم لاحظوا أن هناك بعض التشابه بين هذا الموضوع وذلك فإنه يسمح لنفسه أن يأخذ ما شاء من ذلك الموضوع الأول ويدمجه في الموضوع الذي اقترح عليه لا أنصحكم بذلك لأن كل موضوع له خصوصيته إذن الموضوع طلب مني أن أتحدث عن العصر الذي غلب فيه المنقول على المعقول أشير إلى ذلك لا أكتفي بمجرد استعراض للبناء الحجاجية أو استعراض للمناهج العلمية وينتهي الأمر هناك وكأني بي أقدمه عملا تأليفيا فيما يختلف عملك بهذا الشكل عن العمل التأليفي طوع ما لديك من أفكار ومعلومات حول ذلك المحور حتى تحسن تسخيره في موضوعك تفقنا؟ إذن المنهج العلمي كلكم تعرفون أن المنهج العلمي يتكون من المعاينة التجربة الشك المنهجي الاستقراء الاستنباط العدل والتجريح الجرح والتعديل إلى غير ذلك فكيف سأصوغ كل هذه الأفكار حتى تكون متوائمة مع موضوعي؟ سأبدأ بالمعاينة المعاينة كما تعرفون وقد أكد على أهميتها الجاحظ إذ يقول لا يشفيني لا يشفيني إلا المعاينة وقد أخذع الجاحظ بحوثه لقانون علمي دقيق ينخل بمعنى يغربل ينخل به جميع المعلومات ويغربل المعطيات ليتبين صحيحها من خاطئها ويمكن تحديد هذه الطريقة في النقاط التالية قلنا المعاينة يقول الجاحظ وليس تشفيني إلا المعاينة وتتمثل المعاينة في ملاحظة الحيوان مثلا في عيشه في تباعه في تكاثره في لست أدري إذن كل ما يخص الحيوانات كان في عادته أيضا كان الجاحظ يتابعها معاينة والمعاينة كما تلاحظون أو كما تعرفون هي الملاحظة أيضا كان يتابع الحيوان في غرائزه مختلف غرائزه طعامه عيشه إلى غير ذلك إذن يقول مثلا على سبيل المثال في ملاحظته أو في مراقبته للجعلان الجعل الجعلان في نص المعاينة والتجربة على سبيل المثال إن الجعل إذا دفن في الورد مات في العين وفنيت حركاته كلها لا لا محبوبة ليس من الضروري أن ينتهي عنصر التخلص بسؤال بإمكانك أن تريد عنصر التخلص في صغة تقريرية ويمكن أن تريدها تريد هذا العنصر في صغة استفهام أو إشكالية لكذلك هل ضروري تنظيم المناهج التي تتبعها الجاحظ يعني يجب أن نذكرها بانتظام بدءا من المعاينة لا 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 لستم مطالبين باعتماد نظام معين ما الفرق بين المعاينة وإن شئتي أنت أنت وردت بي يا أمل كيف سيكون الترتيب من قال أن التجربة مثلا أهم من المعاينة من قال أن الشك المنهجي أهم من التجربة ويجب أن يتصدر هو المنهج المنهج العلمية لي ليس بالضرور فقط أورديها بشكل مترابط ويكتفي بذلك لست مطالبة باعتماد نظام معاين في تقديمها إذن قلنا أعطيتكم هذا الشاهد الخاص بالمعاينة إذن الجاحظ عاين الجعلان إذا مات في الورد ماذا حصل له تفنى حركته كما يريد ذلك المنهج الثاني هو التجربة وذلك بالتثبت من مصدر الخبر والعفن التجربة لقد وجد الجاحظ في الحيوان مجالا واسعا للتجربة فلم تشفيه تجارب غيره فأعاد ما أمكنه منها للتأكد من صحتها من ذلك مثلا وضع الحية في الشيح لأن هناك خبر ورد للجاحظ قيل له إن الحية تنفر من السذاب والسذاب هو عشب طبيعي هذا العشب يستعمل في الأدوية إلى غير ذلك الأدوية بالأعشاء إذن قيل له إن السذاب يقتل الأفاعي وإن الأنفاعي تنفر من السذاب فماذا فعله من باب التجربة غمر تلك الأفاعي بالسذاب فلم يجد أن الأمر قد تغير قبلتها الأفاعي ولم يتحرك لها سيكنان يقول أما أنا فإني ألقيت على رأسها من السذاب ما غمرها فلم أجد على ما قالوا دليلا إذن هذا بالنسبة إلى التجربة أذكركم بتجربة أخرى أيضا خاضها الجاحظ في نص المعينة والتجربة في تجربة الذباب التجربة الذباب حينما وضع أو سقط ذلك الذباب في الروث يعني في الماء المتسخ وتعفنا وانتفخ طيلة الليل وفي يوم الغد كان صاحبه أبو كريمة ماذا فعله أخذ بضع ذبابات وأخذ آجرة وحكى تلك الآجرة ووضع عليها رذاذ الآجر فماذا لاحظة عادت إليها الحياة مجددا تلك الذبابات عادت إليها الحياة مجددا فلا تلبثوا يقول الجاحظ فلا تلبثوا أن يراها تحركت ثم مشت إذن تحركت ثم مشت ثم طارت ثم طارت لكنه طيران ضعيف إذن هذه نتيجة التجربة التي قام بها أبو كريمة ودعمها الجاحظ لأنه قام بنفس التجربة هو بنفسه فيما بعد الخلاصة التي خرج بها الجاحظ من هذه التجربة أن الذباب يمكن أن يمر بفترة سبات هذا السبات قد يهمنا بأن ذلك الذباب قد مات ودليل ذلك أنه يتعفن وأنه ينتفخ فيذهب في ظننا أنه قد فني والحقيقة غير ذلك ذلك الذباب فقط يدخل في مرحلة سبات شبهة بالموت وبمجرد أن تذر عليه أنت بعض ما يمكن أن يوقذه يسرع أو ينهض ويتحرك حركاتنا بطيئة ثم يمشي مشيا قليلا وبعد ذلك يطير يعود إلى الطيران يعود إلى سالف حركته لكن الجاحظ يقول أنه طيران ضعيف حاضر يا يسرى سأصور لك الإصلاح إذن من التجربة الأخرى التي يمكن أن أتحدث عنها الشك المنهجي هو عند الجاحظ ضرب من الحيرة تعتري الإنسان وحكمه على الأمور حتى تجتمع الأدلة الكافية التي تخرج الشيكة من الحيرة والتردد إلى برد اليقين هو إذن مرحلة ضرورية تسبق اليقين لا بد من المرور بها ومن لا يعيشها لا يبلغ اليقين فلم يكن يقين حتى كان قبله شك وشك يمر بمراحل عند الجاحظ المرحلة الأولى عدم التسرع في قبول الخبر مسلما وعدم متكذيبه يقول مثلا لا يعجبني الإقرار بالخبر ولا يعجبني الإنكارك له يعني لا تتخذ في ذلك منزلة وسطة يسعى إلى أن يقنيعنا باتخاذ منزلة وسطة أن نشك في ذلك الخبر لا ننكره ولا نقر به وإنما نشك في مدى صحته حتى نتوقف ونتثبت ونتيقن من صحة ذلك الخبر النوع يقوم بإمكانك في صحة الخبر لمعرفة مواضع الضعف فيه يقول الجاحظ فاعرف مواضع الشك وحالاته الموجبة له لتعرف مواضع اليقين والحالات الموجبة له إذن أعود دائما إلى طبيعة العصر طبيعة العصر الذي عاش فيه الجاحظ هو عصر كان الناس يؤثرون فيه السماعة إلى الأسانيد والأخذ من الروات الروات بمختلف أنواعهم سواء كانوا من الثقات أو من غير الثقات وكانوا يفضلون الناس هذا الأمر على أن يطلعوا على الكتب وعلى الأسفار وعلى قراءة الدوابين إذن الجاحظ كان يوجه خطابه إلى هؤلاء رغم أنه يقر لنا أن العوام أقل شكاً من الخواص ويعتبروا أن مسألة الشك هذه مرتبطة بالخواص من هم الخواص؟ هم المفكرون المثقفون العلماء ومن أجل هذا الأمر كان الجاحظ يحارب الخرافات ويحارب الأساطيرة والأراجيفة والأباطيلة التي كان يروجها يعني منهم متمسكون بهذا المذهب أولئك الذين يعني يرغبون في مغالطة الناس وعدم إدراكهم الحقيقة الجاحظ من موقعه كمثقفاً في القرن الثالث كان يسعى إلى هذا الأمر لذلك يعتبر أن الشك المنهجي ضروري لنخل الأخبار وتمييز الصالح منها من غير الصالح أو الصالح من الطالح هذا بالنسبة إلى الشك المنهجي المنهج الموالي هو الاستقراء لقد كان تفكير الجاحظ استقرائياً إذا عرضت له مسألة إذا عرضت له مسألة تأملها ولحظ ما يتصل بها وما يصدر عنها وما يحيط بها ويجمع الملاحظات عن طريق التجربة والسماع والعيان ثم يستنبت أحكامه من استقرائه العلمي ما لحظه في البصرة من أن بيادر الثمر لا ترى على شيء منها ذبابة لا ليلاً ولا نهاراً ولا في البرد ولا في الحر من حيث يكثر الذباب خارج البصرة ويقع على كل شيء إذن هذه الملاحظة أو هذا الاستقراء بدأه بالعام حتى يصل إلى الخاص أو العكس من الخاص حتى يبلغ العام أو من الجزء إلى الكل هذا هو الاستقراء الاستقراء هو النظر في الوقاعة الجزئية لاستخراج الحكم الكل عند البحث في أمر من الأمور أو هو سير الفكري من الخاص الفردي إلى العام الكل فمنهج الجحث استقرائي تأملي يجمع الملاحظة عن طريق التجربة والسماع والعيان كما قلت ثم يستنبط بعد ذلك أحكاماً سؤلت هذا السؤال مراراً وتكراراً وأجبت عنه عدة مرات يا مريم الفرق ما بين المنهج العلمي والمنهج العقلي المنهج العقلي يمكن أن تقولي أنه أكثر شمولية أنه موسوعي أو يتسع إلى المنهج العلمي ومعه أشياء أخرى لنبدأ نحن بالمنهج العلمي المنهج العلمي هو ما نحن بصدده الآن هو الذي يحتوي على مختلف هذه المنهج العلمية التي أعددها لكم يعني الشك المنهجي المعاينة التجربة الاستقراء الاستنباط الجرح والتعديل إلغى ذلك كل هذه الأمور تدخل في النطاق ما يسمى بالمنهج العلمي المنهج العقلي الآن المنهج العقلي يضم كل ما له علاقة بإعمال العقل يعني يمكن أن تجد فيه أسليب الحجاج يمكن أن تجد فيه بنية الحجاج يمكن أن تجد أنواع الحجاج يمكن أن تجد يمكن أن تجد مبادئ المعتزلة نفسها لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإعمال العقل وبتوظيف العقل فهي تدخل في إطار المنهج العقلي كذلك فهمتي؟ يعني المنهج العقلي هو كل ما له صلة بتوظيف العقل أما المنهج العلمي فهو جزء يتجزأ من المنهج العقل أرجو أن يكون هذا التوظيح شافياً وكافياً للجميع سأكتفي بهذا بالنسبة إلى المنهج العقلية يمكن أن تضيف الجرح والتعديل أيضاً يمكن أن تضيف مناهج أخر عقلية علمية كثيرة تدخل في المنهج العلمية التي اتخذها الجاحظ سبيلاً وديداً ومطية لبلوغ المعارف أو نخل الأخبار بشكل عام وسننتقل الآن إلى النقاش أو قسم التقويم كما بينا قبل حين التقويم يمكن أن نتحدث فيه عن الفوضى التي سادت مؤلفات الجاحظ يمكن أن نتحدث عن الاستطراد المكثف خاصة في كتاب الحيوان لأنه رغم عنوانه العلمي كتاب الحيوان فإنه لم يخلو من استطراداتنا مختلفة تخص مجال الفكر مجال الدين مجال السياسة مجال الأدب علم البيان علم اللغة إلى غير ذلك وهذا الأمر قد قلص من القيمة العلمية ومن التخصص العلمي الذي عرف به كتاب الحيوان الأمر ذاته نجده في كتاب الرسائل لأن الرسائل أيضاً خلط عشوائي ما بين مختلف المواضيع أدى إلى الفوضى وتذبذب الأفكار وتشويشها وقد انتفى عنه الاسترسال أو عنها الاسترسال والدقة وتكثفت المباحث وتجميع الأخبار وحديث السيار والأخلاق والشرائع والديانات إلى غير ذلك إذن هذا بالنسبة إلى النقاش أو التقويم إن كانت لديكم أفكار أخرى بإمكانكم أن تسهموا بها أنا في الاستماع إليكم تقول يسرى هذا يختلف حسب النص الذي أنت بصدده يسرى وإن كانت لديك مقدمات جاهزة أنا في الواقع لا أعترض على المقدمات الجاهزة وأن التلميذ بإمكاني أن يحفظ مقدمة لكذلك حالي أن المقدمات بصدق يعني عن تجربة المقدمة إعداد مقدمة بنفسك قد يكون هذا الأمر مضيع للوقت قد يهدر الكثير من وقتك الثمين ثلاث ساعات لديكم ثلاث ساعات فقط هذه الساعات الثلاث ستقسم للنظر في الموضوع للتخطيط له لإعداد المقدمة بإشكاليتها بتنزيل الموضوع إلى غير ذلك ثم مقدمة الجوهر بعد ذلك قسم التحليل والنقاش والتأليف والخاتمة الأمر منهك يجب أن نقرر بذلك منهك ومربك ويستنزف الكثير من القوة ومن الطاقة ومن الأعصاب من الوقت إلى غير ذلك فأنا لا أعترض على أن تكون مقدماتكم وضحت الملامح نوعا ما في أذهانكم وفي أفكاركم شريطة أن تحسنوا تطويعها وتوجيهها وتعديلها وتنسيبها حتى تكون مناسبة لما أنتم بصدده سواء كان ذلك مقالا أو تحليل نص اتفقنا يعني إذا عندكم مقدمة حفظتموها من مكان ما أعجبتكم نالت أعجبكم ولن تضيع وقتكم اعتمدوا عليها ولكن اعتمدوا عليها مع التعديل المناسب حتى تكون مطوعا لذلك الموضوع تحديدا متفقين؟ إذن العنصر الأخير آخر ما سأختم به عملنا اليوم هو التقويم إن كانت لديكم ملاحظات حول التقويم فأنا في الاستماع إليكم سأقترح عليكم هذا التقويم المسترسل إذن جمعنا الأفكار التي بيناها قبل حين الأفكار الخاصة بابدء الرأي طبعا والآن سأقدم لكم مقترحا مسترسلا حول التقويم إذن هذه العبارة التي نفتتح بها تقييمنا إن وضعنا نص الموضوع على محكي النقدي لتوهل عبارة ملونة باللون الأزرق إن وضعنا نص الموضوع على محكي النقدي جازلنا انتبهوا يمكنكم أن تحتفظوا بهذه العبارة لأنها تساعدكم في إنجاز التقويم حتى يتبين المصحح أنك الآن بسدد مناقشة الموضوع جازلنا الإقرار بأن الجاحث باعتباره عالما نثرا وجماعة أخبار ميال إلى التدوين قد أنشأ كتابات لا تخلو من زخم ومراكمة وجمع مكثف للأخبار أدت إلى تشعبها وتداخلها وإنما هي أخبار موصومة بالاستراد الموصولي إذ كثيرا ما كان يتحول بين المواضيع والعنوين دون أن يختر القارئة يختر معناه يخبر يختر القارئة بتبويب أو تنظيم وقد أقر أبو عثمان بهذه النقيصة فأوردها في كتاب الحيوان بقوله وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع بلوغ الإرادة العلة الشديدة والثانية قلة الأعوان والثالثة طول الكتاب سأتوقف عند هذه القولة هذه القولة ذكرها الجاحث في كتاب الحيوان مقرا معترفا أن هناك نقائصة في كتابه ويعلل الأمر بأن هناك بعض الموانع التي غلبته حتى لا يتم كتابه في أحسن الأحوال يقول أن العلة الشديدة تعرفون أن الجاحث كان مصابا بالأمراض أمراض شيخوخة التي أصبته في آخر حياته منها مرض النقرس ومرض الفالج الفالج وهو أشلال النصفي ومرض النقرس هذه العلة الثانية قلة الأعوان أنه لم يكن هناك من يساعده من يساعده في إنجاز كتاب الحيوان الذي كان يعتمد التجربة والمعاينة والبحث والتمحيص والتوقف إلى غير ذلك أما الأسبب الثالث فهو طول الكتاب تعرفون أن الكتاب الحيوان هو كتاب ضخم في سبعة مجلدات ضخمة فطول الكتاب منعه أيضا من أن ينهج الدقة المرجوة نواصل وأن كتاب الحيوان لم يخلو من خرافات وأباطلة يعوزها التمحيص والتثبت ورغم تخصصه العلمي فإنه لم يتورع لم يتردد يعني عن دراسة الأدب والبيان وعلوم اللغة أما الرسائل فهي خلط عشوائي بين المواضيع أدى إلى التذبذب والفوضى وقد تكاثفت الأخبار وتشابكت المباحث وحديث السير والأخلاق والشرائع فنتج عن هذه المراكمة انحباس العقل وقصوره بل إن الجاحذة كثيرا ما كان يبيح قوانين لا يقرها العقل ومثل ذلك إقراره بالتولد الذاتي فضلا عن قوله بحدوث الخلق من غير ذكر ولا أنثى وبخلق الديدان من الجيف والقمل من العرق والوسخ وفي حين أن العلم يأبى ذلك وتجارب باستر تثبت أن التولد الذاتي أمر ممتنع فكل حي لا يلده إلا حي مثله إذن هذا بالنسبة إلى التقريم إن كانت لديكم أسئلة فأنا في انتظار أسئلتكم أو استفساراتكم آخر ما أختم به هذا العمل هو الخاتمة هكذا نتبين أن العقل عند الجاحذ هو ملكة تجريد تروم إدراك جوهر الأمور وعلة المعلول ومرمى السائل والمسؤول فكانت كتاباته رجعا لثقافة التدوين في عصره أدبا وفنا وفكرا ولم تحد عن إخضاعها لمحق العقل وبنية الحجاج حتى توازن ما بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون فإلى أي مدى سؤال الأخير هذا سؤال فتح الأفق فإلى أي مدى كانت هذه المؤلفات إنعكاسا أمينا لقضايا العصر وشواغله إذن هذه الخاتمة ينقصنا التأليف طبعا لم أقدم تأليف لأن فضلت أن أقدم لكم مقترحا في المقدمة ومقترحا ثانيا في الخاتمة وقبل الخاتمة في التقويم أو إبداء الرأي إن شئتم أن أقدم لكم تأليفا تفضلوا أستمعوا إلى هذا التأليف وجملة القول إن الجاحذة قد نهج في مؤلفاته منهجا قوامه العقل واعتماد الحجة وتبنى في الأخبار المنقولة منهجا علميا جعل من هذه الكتب لبنة في صرح ثقافة جديدة بدأت تتخلص من سلطة النقل والرواية إلى سلطة العقل والدراية إذن هذا التأليف الخاتمة قدمتها لكم اقتراحات في المسترسل كذلك نفس الشيء أكون بهذا الشكل قد استوفيت معكم تحليلنا لهذا الموضوع المقترح هذه الليلة وأرجو أن تكون الإفادة قد حصلت لديكم جميعا شكرا لانتباهكم سيكون موعدنا القادم القريب إن شاء الله مخصصا لمحور رسالة الغفراء ثم بعد استئنفنا للدروس إن شاء الله بعد عيد الفطر بإذن الله سننتقل إلى المحور الرواية من خلال حدث أبو هريرة قال وبهذا الشكل نكون قد أتمام تحليلنا لكل المحاور شكرا لمتابعتكم وانتباهكم واهتمامكم بقية سهرة طيبة وإلى لقاء